تعالي نبتدي بموتش مبارح وإنت من أنهي جماعة من الجماعتين اللي نهود ذكرتهم كنت من الناس الرادية كل الردة ولا للناس اللي عندها تحفوظات يعني رادي على النتيجة والتأخل بالطبع ولكن في تحفوظات على الأداء بس ده وده طبيعي جدا بعد يعني مجهود كبير تعمل خلال الفترة الأخيرة من الجهاز الفني واللعبين والمعروف دايما أن مباريات الكاس بتحمل المفاجآت يعني أنا أقول الأهلي قدر أنه يتأهل وده الأهم القادم بقى هو ده الأكثر أهمية يعني خلاص مرحلة وعدت بكل تفاصيلها في النهاية أنت لو كنت سجلت ركلة الجزائر سجلت من الفرص اللي أتيحت لك كان ممكن تكسب بسكور وكل التحية طبعا لمنتخب السويس أو فريق منتخب السويس على الأداء اللي عملوا ده خصوصا أنهم عادين بقالهم فترة طويلة وفي تغييرات حصلت كتير جدا في الأجهزة الفنية بس خلينا أقول لك حاجة برضو يا كريم بغض النظر عن ضربة الجزاء طبعا يعني ده وارد بيحصل في العالم أكيد طبعا بس هل أنت كنت شايف اللعبة حلوة الأداء كويس التاكتك كان كويس اللعيبة في أفضل حالتها ولا كنت شايف فارق عن آخر مباراة مع حرص الحدود على سبيل المثال لا أنا قلت لحضرتك في البداية أكيد فيه فارق يعني فيه فيه تراجع مستوى فيه تغييرات حصلت بالدخول ده وضع طبيعي جدا يعني في مباراة الكاس لما بتلعب يعني فرق مع كل الاحترام أقل في المستوى بتنزل يعني بالبلد كده بتنزل سيكة في المستوى مع اشتداد المنافسة والصراع وقوة المنافسة الأهلي هيرجع تاني يلعب بالمستوى الطبيعي بتاعه أنا عندي تحافظ واحد أنا كنت أتمنى أشوف بعض اللاعبين مكان لعبين آخرين يعني كنت أتمنى إتاحة الفرصة للعبين ترتاح زي ما حصل مع مثلا علي معلوم بالضبط يعني كنت أتمنى أن اللاعب زي مصطفى شبير أو علي لطفي يكون هو حارس المرمى كذلك محمد شريف كان محمود كهرباء أو أجرب شادي حسين ده كان بس التحافظ البسيط أن فيه لعبين عايزة فرصة علشان نقدر كجهاز فني يعني يحكم عليها الحكم النهائي بس ده ما يمفيش أن كولر بشكل عام عنده توجه للتدوير بصفة مصطفة دي حقيقة وهو يعني أكتر مدير فني جرب أو أكتر مدير فني استغل العناصر اللي معاه هو مرسل كولر دون شك بس أنا بتكلم أن إحنا في نهاية موسم وفيه لعبين عايزة فرصة أكتر للظهور علشان خاطر يتم الحكم عليهم بشكل نهائي ده اللي كنت أتمناه فقط يعني ولكن إجمالا أنا راضي جدا عن النتيجة شايف أن أنت قدرت أنك تحقق الأهم في مباريات تكسب ولا تلعب زي ما بيقولوا دي مباراة من المباريات دي مش المباراة النفس الطويلة وفي كل مباراة من المباراة مهائية